الشرعية إلى جنوب هذا الطريق هذه الآلية هي التي ستسمح للطريق السريع أن يصبح بعد ذلك ممراً للمساعدات الإنسانية نتابع تبعاً لاتفاق الحديدة فإن لجنة تنصيق إعادة الانتشار التي يترأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وبالاستعانة بثلاثين مراقباً هي التي ستحدد تفاصيل إعادة الانتشار عملية إعادة الانتشار ستتم على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن إعادة انتشار الميليشيا الحوثية خارج موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع محددة طريق صنعاء سيكون هو الخط الفاصل بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية مراسلنا في نيويورك حصل على خريطة إعادة الانتشار من مصادر موثوقة في الأمم المتحدة ووفقاً لهذه الخريطة ستتم إعادة انتشار قوات الشرعية جنوب طريق صنعاء فيما الميليشيات الحوثية ستنسحب إلى شمال طريق صنعاء خلال أربعة عشر يوماً من الاتفاق آلية الانتشار هذه تسمح لطريق صنعاء السريع بأن يصبح ممراً إلى المرافق الأساسية ومرور المساعدات الإنسانية المرحلة الثانية من الاتفاق ستشمل إعادة انتشار الميليشيات الانقلابية من أحياء مدينة الحديدة إلى مواقع خارج الحدود الشمالية للحديدة فيما تقوم قوات الشرعية بإعادة الانتشار إلى مواقع خارج الحدود الجنوبية لمدينة الحديدة وذلك خلال 21 يوماً من الاتفاق علي أعزدين العربية